وللحديث عن حصاد فعاليات اليوم ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مدينة شرم الشيخ يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري يوسف بعد التحية أجمل لنا أهم الفعاليات التي شهدها كوب 27 اليوم تحياتي لكم محمد وصحر من هنا من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ حيث فعاليات مؤتمر تغير المناقب 27 في قمة التنفيذ اليوم هو خامس أيام الفعاليات الموضوعية بعد يومي الشق الرئاسي اليوم كان تحت عنوان الغذاء والزراع أو التكيف والزراعة 12 جلسة تضمنتها فعاليات اليوم اليوم يتحدث في شقه الأساسي على التكيف والتكيف بمعنى دعم الدول المتضررة أكثر من التغيرات المناخية في طريقها لمواجهة تغير المناخ من حيث توحد الجهود وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل دعم هذه الدول لمساعدتها على الحفاظ على الحياة كانت هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها اليوم في فعاليات يوم الزراعة والتكيف مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول إلى التنمية المستدامة ومبادرة العمل المناخي والتغذية ومبادرة الاستجابة المناخية للحفاظ على السلام وأيضا مبادرة التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الفاول لعل من أهم المبادرات التي تم إطلاقها اليوم محمد هي مبادرة حياة كريمة لأفريقيا والتي تتضمن 30% من القرى الأكثر فقرا في القرى الأفريقية بحلول عام 2030 إذا نظرنا إلى الأرقام التي تتحدث عن مشكلة الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية منظمة الفاول أعلنت عن بعض الإحصائيات فمنذ عام 2002 تم دعم قطاع الزراعة بما يعادل 122 مليار دولار حصل المزارعين أو صغار المزارعين على 5% فقط من هذا الدعم والأرقام تتضاءل أيضا إذا استمر التغيرات المناخية على هذا الناحو فربما العائد الزراعي سينخفض من 5% إلى 30% أما إذا استمر أو تم التعامل إداريا مع مسألة التغير المناخية فربما العائد الزراعي سوف يزداد بنسبة من 6% إلى 15% كل الجلسات التي دارت اليوم ومحمد في نطاق فعاليات يوم التكيف والزراعة ركزت على مسألة التكيف وكما أشار بالأمس وزير الخارجية سامح شكري وأيضا المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيريا على أن الدول الأفريقية هي الأقل تسببا في الانبعاثات الحرارية والأكثر تضررا ومع ذلك نسبتها أو نسبة حصولها من الأموال لمساعدتها على التكيف لم تصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن وأن معظم التمويل يذهب إلى مسألة أو جزئية التخفيف التي يتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى والكينات الصناعية المتقدمة محمد جلسات اليوم التكيف والزراع إذا نظرنا بمجمل الموضوعات أو مجمل الأيام الماضية بعد يومي الشق الرئاسي نجد أن الأيام ربما تشترك مع بعضها البعض في الهدف الكل إذا نظرنا إلى الانبعاث إلى إزالة الكربون أو إذا نظرنا إلى يوم البحث العلمي وإذا نظرنا إلى يوم الشباب واليوم الزراع والتكيف نجد أن الأهداف كلها مشتركة هي توحيد الجهود ووفاء الدول الصناعية الكبرى بالتزامتها لتمويل ودعم الدول الأفريقية والدول الأكثر تضررا من الانبعاثات الحرارية شكرا جزيلا يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري إلى شرم الشيخ على كل هذه المعلومات